تأمل الولايات المتحدة في الاستفادة من المصالح المشتركة القوية التي ظهرت في الأشهر القليلة الماضية مع حلفائها الأوربيين من أجل تحقيق التصدي للبرنامج النووي الإيراني وذلك حسب ما صرح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية وترغب واشنطن بأن يركز الاتحاد الأوربي على القضية المحورية ما تصفه بسلوكيات إيران الخبيثة المتعلقة ببرنامجها النووية بالإضافة لتطوير الصواريخ الباليستية وتأجيج الصراعات الإقليمية وقضايا أخرى فيما تضاربت المعلومات حول مقترح ثلاثي أوروبي صيني روسي لإيران يحفزها لجلوس على طويلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد يتضمن حزمة إغراءات مالية لطهران مقابل تراجعها عن تطوير الصواريخ الباليستية وتهديداتها للاستقرار الإقليمي من جانبه دعى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران وذلك لدى وصوله لبوينس آيرس للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين معتبرا أن التخلي عن الاتفاق يعني الدخول في مستقبل غامض تماما خاصة فيما يتعلق بمسألة الأسلحة النووية في إيران لكن الاجتماع المذكور سيشهد غياب كل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالإضافة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروفا ووزير الخارجية الفرنسي جان إف لودريان ومفوضة السياس الخارجية للاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني في المقابل صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواز ظريفا بأن الاتحاد الأوروبي لا يفعل ما يكفي للحفاظ على مكتسبات إيران من الاتفاق النووي مؤكدا أن إعلان شركات أوروبية كبرى احتمال انسحابها من تعاونها مع إيران لا يتسق مع الاتزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الصفقة النووية من جانبه شكك علي أكبر ولاية المستشار البارز للزعيم الأعلى الإيراني في أن يكون الاتحاد الأوروبي موضع ثقة لإنقاذ الاتفاق